فيه مثلا آية في سورة الأعراف بتقول كده أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون طيب استعدي بيقول إيه أنا هقول لك تفسير حتة صغيرة جدا عن الآية ده هي سورة الأعراف 99 بيقول هذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان يعني أنا ما ينفعش أكون حاسس بأمان بشوية الإيمان اللي في قلبي ناحية ربنا بل لا يزال خائفا وجل أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان يعني ربنا ممكن يبتليه ببلية تسلب الإيمان ده منه وأن لا يزال داعيا بقوله يا مقلب القلوب سبت قلبي على دينك يعني خد بالك من الحاجة أنا دلوقتي اللي بيغير القلب بتاعي من الإيمان من أنه هو يبقى مليان بالإيمان وأنه هو يبقى مليان بالأمان من ناحية ربنا ربنا نفسه يعني مش الشيطان هو اللي بياخد هذا الاتجاه هذا الاتجاه وييجي يوسوس في قلبي أو في فكري علشان قلبي يتغير وأبتدي أن أنا أحيد عن طريق الله لكن أنا ربنا هو نفسه اللي ممكن أنه هو يغير اتجاه قلبي من الإيمان إلى عدم الإيمان طبعه زي